السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم خالد بوزان في فيديو جديد الأسبوع الماضي كان فيه اجتماع منعقد اسمه فياكشتاتسكشبغيشي لحزب الـ CDO قيادات وخبراء من هذا الحزب وقلنا أنه تم نقاش مجموعة نقاط كان الاجتماع بعنوان سياسة اللجوء والهجرة والأمن أيضا في ألمانيا وتم الحديث عن مجموعة نقاط وقلت لكم أنه سأعمل لكم حلقة عن الرؤية التي قدم حزب الـ CDO رؤيته الجديدة للمستقبل والأشياء اللي تم نقاشها مقارنة مع الفيديو اللي عملته أنا عن حزب الـ S-B-D رح أحط لكم كمان الرابط هون فيكم نشوفوا كمان رؤية حزب الـ S-B-D لمستقبل ألمانيا واليوم رح نتحدث عن رؤية حزب الـ CDO لمستقبل ألمانيا العنوان الرئيسي اللي يمكن استشفافه من هذا الاجتماع أنه عام 2015 لا يجب أن يتكرر في ألمانيا أبدا بمعنى أنه فتح الحدود على مصر عايها أمام كل الناس للعبور هاي السياسة عم بتم تقييمة الآن أنه كانت خطأ تاريخي كبير وتحميل طبعا المستشارة الألمانية بشكل شخصي مسؤولية هالقرار والنائب النفس والابتعاد عنه طبعا ليكسب أيضا أصوات الناخبين في الانتخابات القادمة على مبدأ أنه من اتخذ هذا القرار يعني موجود وسيذهب ونحن ضد هالقرار وإلنا سياسة جديدة فتح الحدود البرية لألمانيا عام 2015 بشكل كبير على مصر عايه لعدد كبير من الناس اعتبروا أنه هذا الشي كان خاطئ من مبدأ أنه في العديد من الناس من العديد من الدول مرأت بهالحركة لألمانيا هدول الناس في الحقيقة ما في بلادهم لا حروب ولا ملاحقين سياسيا ولا عندهم مشاكل طبعا كلنا بنعرف شو المعصود بهذا الحقيقي المعصود أنه الناس الهربانين من الحرب بشكل خاص كان من سوريا والعراق كانوا هدول الناس اللي المفروض يمرؤوا بهالحركة ولكن مرأوا عدد كبير من الناس من معظم دول العالم خيانقول يعني اللي استرغلوا هالفرصة وعبروا أيضا الحدود وخاصة من تركيا يعني باتجاه ألمانيا وبالتالي هدول الناس هنين اللي مفروض كانوا ما يعبروا بمعنى أنه الحديثة بتم الآن عن مبدأ أنه أيضا الناس اللي وصلت لألمانيا ويلي ما أخدوا حق اللجوء وإقامة شرعية المفروض أنه يتم إعادة تسفيرهم بأسرع وقت ممكن عمليا عمليات التسفير أبطأ من المراد من أعضاء حزب التسيدي ويقولوا أنه في عدد كبير من الناس هنا عليهم تسفير بألمانيا ولكن عملية التسفير بطيئة ويعني غير فعالة بشكل الحالي ويجب العمل على هالنقطة تحديدا أنه اللي ما له حق اللجوء في ألمانيا ليس له الحق بالحصول على إقامة شرعية في ألمانيا يجب أن يتم أو يغادر بسرعة كبيرة أيضا كما دخل طبعا في كل مرة أنا بتحدث عن هالنقطة تحديدا يعني بجيني كم هائل من التعليقات للناس اللي بتسألني أنه يعني خلاص نضب الشناضي بكرا راح يسفرونا وإجابتي دائما هي نفسها اللي هي لا الناس الحاصلين من كل دول العالم على إقامة شرعية في ألمانيا مقيمين هنا إما لجوء سياسي لجوء إنساني لجوء حماية سانوية أي شيء آخر إقامة شرعية إقامة مفتوحة إذن أنت شخص مقيم بشكل شرعي في ألمانيا ما عليك أي مشكلة أبدا الحديث هو عن الناس اللي ما حصلوا على إقامة أو لجوء في ألمانيا بشكل شرعي وهذا الحديث واضح وهذا الشيء يشمل الناس من معظم دول العالم بما فيهم حتى السوريين أنفسهم يعني إذا في كتير من الناس السوريين يخذين إقامات أو حق اللجوء في دول تانية في بلغاريا في هنجاريا بنعرف أن الناس اللي معهم بصمة من هالدول يخذين لجوء هنيكي مفروض أنه كانوا يظلوا هنيكي ومع ذلك أجولة هون هدول عليهم تسفير هون هلأ عبيتم تسفير ولا لا هذا موضوع تاني أما الناس التانيين اللي حاصلين بشكل عادي جدا من العديد من الدول على إقامة في ألمانيا إقامة شرعية فأنت ما عليك خوف أبدا شغل، دراسة، جامعة، مدارس وضعك طبيعي جدا فيما يتعلق بالسياسة الاندماج حتى بعض الأعضاء المتشددين لحزب الـ CDO ذهب لدرجة أنه عبي ناخش بفكرة فرض نسبة معينة لعدد الطلاب الأجانب أو التلاميذ الأجانب أو اللي خلفيتهم الأجنبية يعني متميغاتسيون سينتاقغلد إلى نسبة لا تتجاوز 35% في المدارس بمعنى أنه عبي يتبرو أنه العدد الكبير للأطفال اللاجئين أو الأجانب في ألمانيا في المدارس أنه هذا الشي عبي يأثر على سير العملية التعليمية وبالتالي حتى عبي طالب بأرقام محددة عبي يقول أنه المفروض أنه ما يتجاوز عددهم بالصف الواحد أكتر من 35% هي مجرد فكرة عبي تم نقاشا لا يوجد إثباتات ودراسات علمية وعملية تثبت أنه هاي النسبة هي النسبة الفعالة لعدم التأثير على سير العملية التعليمية في المدارس من حيث الفكرة ولكن هاي من الأشياء المتشددة اللي عبي تم طرحة ونقاشة داخل صفوف حزب السيدقو مثل ما عبي حاول حزب الاس بي دي أنه يبتعد عن نظام الهاتس فيه اللي هو أنشأه وبسببه هو من وقته هلأ عبي تراجع هذا الحزب يعني بشكل كبير حتى في استطلاعات الرأي يعني عبي تحول لحزب صغير هو في الحقيقة عبي يعتبر أنه هذا الكارثة اللي كان في تاريخ الحزب اللي يجب الإبتعاد عنه وقيادات الحزب الجديدة لازم تبتعد عن نظام الهاتس فيه وتعمل نظام جديد بنفس الطريقة حزب السيدقو عبي يعتبر أنه دخول عدد كبير من اللاجئين إلى ألمانيا عام 2015 وفتح الحدود بشكل يعني كبير على مصر عايه لكل الناس يعني بدون انتقاء الناس اللي هن المفروض كان يتم حمايتهم يعني هدول كمان عبي يبتعدوا هلا حزب السيدقو عن هالخطوة وعبي يحاولوا إعادة ترتيب صفوفهم للانتخابات القادمة يعني على أمل أنه على مبدأ أنه هذا كان خطأ تاريخي كبير ونحن رح نبتعد هلا عن هالخطوة ولن تتكرر أبدا لمحاول طبعا نكسب أصوات للناخبين من جديد في الانتخابات القادمة الشيء الطريف في الموضوع أنه رغم أنه عبي يطرحوا هلا هالسياسة المتشددة والاعتراف بالخطأ التاريخي والابتعاد عنه هلا لحزب السيدقو ومع ذلك حسب استطلاعات الرأي يعني أن الأسبوع اللي هلا تراجع حزب السيدقو يعني من 31% إلى 29% حتى من عدد أصوات الناخبين فيما لو تمت الانتخابات الآن على عكس حزب الاسبي دي اللي على ما يبدو بلش يستقطب هلا يرجع يستقطب الناس والناخبين بإعلانه عن الابتعاد عن نظام هاتس فيه وفرض النظام الجديد البرجر قالت اللي حكيت عنه أنا في فيديو سابق اللي حطيت لكم عنوانه في أول فيديو ممكن تحضروا أيضا إذن SBD هلا يحصد الأصوات ويتقدم والسيدقو مع ذلك للساعة ويتراجع هات كان كل شي عن موضوع اجتماع حزب السيدقو وأنا وعدكم أن أعملكم فيديو عن هالموضوع الاجتماع المهم اللي كان الأسبوع الماضي ولكن في أرضها الأسبوع يعني كمان نعملنا أشياء تاني ودروس ألمانية وبالتالي اليوم كان عندي الوقت أنه أشرح لكم النقاط الرئيسية وتم الحديث عنه في حزب السيدقو مشان ناخد فكرة عن السياسة الألمانية إلى أين تتجه في الوقت القادم هات كان كل شي لفيديو اليوم تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر